خمستاشر شارع الحرية المطارية القاهرة يبقى دي محلات الإيمان خلي بالكم عشان في طلبة بتتلغبط بين البائع والمشتري خلي بالكم معاي عشان هشرحها بالتفصيل كده على مهلي خاص يقول لي يوم خمسة اتنين الفين وتسعة عشر أرسلت محلات الإيمان خمستاشر شارع الحرية المطارية القاهرة مديني تليفونها والسندوق البريد وسينته والفاكس بتاعها إلى محلات الإسراء ساكنة فين يا محلات الإسراء قالت خمستاشر شارع النصر بالقاهرة ومديني التليفون وساد بيه يعني صندوق بريد وسينته يعني سجارة تجارة والفاكس ورقم الفاكس بتاعها رسالة يستفسر فيها عن ايه بقى؟ عن اسعار وشروط الدفع وشروط التسليم للبضايا القاتية يبقى مين اللي بعتت رسالة الاستفسار؟ ايه اول محلات اللي هي محلات مين؟ الإمام برافو عليكم عايزي اشتري ايه بقى؟ عايزي اشتري تلاتة آلة حزبة كهربائية اربع عمليات وعايزي اتنين شاشة عرض واحد وعشرين النوع واتنين تلاجة اتناشر قدم يبقى عايزي اشتري اولاد تلاتة آلة حزبة واتنين شاشة عرض واتنين تلاجة طيب في عشرة منه يعني عشرة منه يعني عشرة من نفس الشهر ردت محلات الإسراء يبقى اللي هترد دي محلات مين؟ الإسراء تفيد بأن الأسعار كميالي تسعمية جنيه سعر الوحدة للصنف الأول 1600 جنيه سعر الوحدة من الصنف التين 1200 جنيه سعر الوحدة من الصنف التالت يعني قاله الآلة الحزبة بتسعمية والشاشة العرض الوحدة ب1600 والتلاجة الوحدة ب1200 على أن يكون التسليم خلي بقى لكم شروط التسليم هاي محل البائع والشروط الدفع عند الاستلام يبقى دي شروط التسليم وشروط الدفع وفي 16 منه أرسلت محلات الإيمان رسالة تطلب فيها البضائع السابق الاستفسار عنها المطلوب من خلال البيانات السابقة املأ المستندات الأتاية خلي بالكم أولاد وعطاني التمرين وبيجيب للمستندات بتاعيتها وبيقول لي املأ المستندات دي يعني هو ايه بيجيب للمستندات فارغ فاضي وبيديني التمرين انا بعمل ايه باخد من التمرين احط في المستندات خلي بالكم بقى ركزوا معايا في 3 حاجات لازم نحدد الاول مين المشتري ومين البائع طب هنحددهم ليه لان فيه رسائل هنحط المشتري فوق وفيه رسائل هنعكس مكان المشتري ونحط مكانها البائع ايوة شايف بنت مركزها معايا قايتلي طبعا يا مستر لان رسالة الاستفسار هيبعتها المشتري ورسالة التسعير هيبعتها البائع احنا نغير الاماكن في الرسالتين برافو عليك باول حاجة لازم اعرف المشتري والايه والبائع تانية حاجة فيه رسالة مش هاتكتب فيها الاسعار اه رسالة ايه برافو رسالة الاستفسار مش هاتكتب فيها الاسعار ليه لاني انا طالب منه اعرف السعر فانا مش اكتب الايه الاسعار يبقى رسالة الاستفسار مش هنكتب فيها الاسعار حتى هتلاقوا التمرين مش حطتلي خانة السعر يبقى انا عرف دي رسالة الاستفسار طب رسالة التسعير والطلبة حط فيها الاسعار ولا مش هخط هخط تالت حاجة مين اللي يوقع الرسالة اللي بتكهتب فوق اولاد يعني كتبت فوق المشتري بقى اللي يوقع المشتري كتبت الباقي يعني بقى اللي يوقع مين الباقي تعالي حاله مع بعضينا بقى واحدة واحدة ايوة اول رسالة اسمها رسالة اكتبها فوق كده رسالة الاستفسار سينته يعني سينته يعني سجلته جاي اروح كاتب رقمه جبته منين رقمه من القطع لمدالي 5602 طيب التليفون اروح كاتبه من القطع 4463031 اكتب اسم مين في النص ياولاد اسم المشتري ولا الباقي على المشتري ودي بدل طالب الاستفساري بقتلقوا اول اسم هون المشتري اول اسم على طول كانت اسمها ايه محلات الايمان ساكنة فين يا محلات الايمان قاتل في خمستاشر شارع الحرية المطارية والمطارية دي في محافظة ايه القاهرة هو بيبقى بن ديني وصد بي يعني ايه صد بي يا مستر ايمان يعني صندوق بريت طيب صندوق بريت كام يا مستر قال لي 1214 الفاكس ياولاد اروح جايبه من القطع وغالبا بيبقى رقم التليفون 44-63-03 ايميل مش مديني ايميل اسيبه فاطي اجي بقى هنا المحافظة دي ايه ياولاد القاهرة يبقى اجي هنا اكتب القاهرة فيه واجيب اول تاريخ اللي هو تاريخ رسالة الاستفسار يوم كام 5-2 السيد بقى الشركة التانية كانت شركة الاسراء بس ما اكتبش السيد شركة الاسراء اكتب السيد مدير شركة الاسراء طب ليه؟ عشان انا بخاطب المدير او بخاطب مدير المشتريات او مدير المباعات يبقى انا لازم اكتب كده مش الشركة نفسها اكتب مدير شركة الاسراء 25 شرعة النصر القاهرة جبتها منين يا مستر ايميل موجودة في القطع اولاد واكتب له بعد التحية ما خشش في الموضوع على طول اقول له بعد التحية السلام عليكم ازايك يبقى لازم ازايك والسلام عليكم دي اسمها ايه بعد التحية بقى فيه تحية افتتاحية احنا بنسميها التحية الافتتاحية في الرسالة دي هنكتب ايه بعد التحية في جملة انا لازم ابعرفها هكتب ايه بقى نرجو الاستفسار يعني ايه نرجو الاستفسار عن يعني بعد اذنك ابعتلي الاسعار ايه واروح كاتب الجدول وكاتب انا عايز اشتري ايه اولاد اكتب عدد الحاجات اللي انا عايز اشتريها ومن القطع بقى عايز اشتري تلاجة اكتب تلاجة تلفزيون اكتب تلفزيون شاشة عرضة اكتب شاشة عرضة تفرض عايز اشتري مكاوي. اكتب المكو. عايز اشتري سيارات. اكتب السيارات. عايز اشتري بانطلونات. يبقى بجيب منين الحاجات دي? كنتبها لي هو في القطع. تعالوا مع بعضين نعمل الجدول بقى. الكمية كام? والصنف كام? قال الكمية عايز اشتري تلاتة. آلة حزبة اربع عمليات. وعايز اشتري اتنين شاشة عرض واحد وعشرين توشيبة. وعايز اشتري اتنين تلاجة اتنشر ادم. جبتهم منين يا مستر ايمان موجودة في القطع. واكتب له ايه بقى في الاخر? في انتظار الرد. يعني بعد اذنك رد علي. مش هبعات لك الرسالة ما تردش علي. مين اللي يوقع بقى? برافو عليكم. اللي كتب فوق هو اللي يوقع. يعني انا كاتب محلات الايمان اللي هي المشتري. يبقى اللي يوقع المشتري. لو كتبت فوق البائع يبقى اللي يوقع البائع. يبقى دي اول رسالة اسمها رسلت الايه? الاستفسار. كتبت فيها اسعار ولا ما كتبتش? خلي بالكم. خدوا بالكم معي اهو. انا كاتب فيها التمن? كاتب التلاجة بكزا? ولا بغسالة بكزا? ولا شاشة العرض بكزا? ولا الالة الحزبة بكزا? لا. طب لما ما كتبتاش لي عشان دي رسالة الاستفسار. طب ما هو كاتبها في التمرين يا مستر ايمان. كاتبها عشان الرسالة التانية يا ولاد. يبقى انا ما بكتبش اسعار في رسالة الاستفسار. عشان دي رسالة الاستفسار. فانا هبعت مش هبعت اقول له بقى ابعت لي سعر التلاجة اللي سعرها كزا. لا طبعا. يبقى الاسعار ما بتتكتبش في رسالة الاستفسار. الرسالة التانية عشان كده مدهلي في التمرين. عشان لما اجي اعمل الرسالة التانية اكتب الاسعار. طيب. الحاجة التانية بقى. انا هبعت الرسالة التانية. ايه هي الرسالة التانية? رسالة التسعير. هنغير مين مكان مين? ايوة. المشتري مكان البائع. يبقى نحط من فوق البائع وتحت نحط المشترك. بس نغير البيانات كلها. مش هنغير بس البائع والمشترك ونغير ونغير العنوان بتاعه والسندوق البريد والسجيل التجارة. تعالوا مع بعض هنا. الرسالة التانية رسلت لايه? التسعير. يبقى رسلت التسعير. هنعملها مع بعض هنا. اسم الشركة اسمها شركة الاسراء. خمستاشر شارع النصر. يبقى انا غيرت. كانت الاول مكتوبة مين يا مستر ايمن? كانت مكتوبة محلات الايمان. دلوقتي مكتوبة ايه? شركة مين? شركة الاسراء. طب غيرت ليه يا مستر ايمن? عشان دي مين? برافو عليكم دي البائع. خمستاشر شارع الاسراء خمستاشر شارع النصر. وجبت بقى سين تيب تحها هي. ستاشر الف سبعمائة ستة وتمانين. والتليفون اتنين ستة ستة عشرة مية ستة وتسعين. وسندوق البريد تسعة خمسة خمسة والفاكس. جبت البيانات دي منين مكتوبة جنب شركة الاسراء في القطع. التاريخ بقى هو نفس التاريخ ولا تاريخ تاني? لا طبعا تاريخ تاني. التاريخ يوم عشرة لانه هيرد عليه رد عليه بعد خمسة ايام. وقال له السيد ما كتبتش محلات الايمان على طول برافو عليكم. كتبت مدير خمسة وعشرين شارع الحرية المطارية قيام. واقول له بعد التحية. المرة اللي فاتت كتبنا ايبقى ارجو الاستفسار. المرة دي يقول له ايبقى? يا سرنا تسعير. يبقى احنا مبسوطين ان احنا نصعع لك بقى. ونكتب بقى تلاتة آلة حسبة كهربائية. اربع عمليات. كتبت السعر ولا ما كتبتوش. كتبت تسعمائة جنيه اهو. اتنين شاشة عرض واحد وعشرين بقى الف وستمائة جنيه. اتنين تلاجة اتنشر ادم بقى الف ومتين جنيه الوحدة. طب ليه كتبت الاسعار يا مستر ايمن عشان دي رسالة الايه? التسعير. طيب في رسالة التسعير بكتب الشروط ولا ما بكتبش? اه بكتب. شروط الدفع عند الاستلام. وشروط التسليم محل البائع. جبتوهم برضو منين شروط الدفع وشروط التسليم? مكتوبين في القطعة في التمرين? واقول له في انتظار ردكم? خلي بالكم بقى. مين اللي هيوقع? المشتري ولا البائع? ايوا اللي بعت الرسالة? مين اللي بعت الرسالة? شركة الاسراء اللي هي البائع? يبقى اتوقع شركة الايه? الاسراء. يبقى انا عملت كاما رسالة مع بعضين ياولاد دلوقتي عملت رسالتين. قبل ما اخش على التالت. رسالة الاستفسار. طب هسألكم سؤال. وتجاوبوا على صفحة البرنامج. اكتبوا لي اجابة على صفحة البرنامج. او على الحلقة في التعليقات. واكتبوا لي اسم اسمكو واسم المدرسة. رسالة الاستفسار اللي بيبعتها البائع ولا المشتري. الاستفسار اللي بيبعتها البائع ولا المشتري. وبكتب فيها الاسعار والشروط ولا ما بكتبش. يبقى السؤال بتاع الحلقة اللي انتوا هتجاوبوا عليه. وهقوله كمان في اخر الحلقة. رسالة الاستفسار بيبعتها مين لمين? وبتتكتب فيها الاسعار ولا ما بتتكتبش? طيب. يبقى احنا عملنا رسالة اسمها رسالة الاستفسار? وعملنا رسالة اسمها رسالة التسعير? تعالوا نعمل رسالة الطلب بقى. رسالة الطلب. المشتري لو عجبته الاسعار. وقلق السعر كده مناسب وهيقدر يشتغل بالسلعة دي ويقدر يتاجر فيها ويكسب. هيقوله انا مبسوط من الاسعار دي لو سمحت ابعات لي البضاعة. كلمة ابعات للبضاعة دي هيبعت له رسالة اسمها رسالة الايه? الطلب. يبقى رسالة الطلب هيبعتها مين لمين? المشتري للبيع. ردا على رسالة الايه? التسعير برافو عليكم. هيكتب فيها ايه بقى? هيكتب فيها اسمه وعنوانه والاسعار والبضاعة. ويكتب فيها الشروط عشان دي ملزمة ليه وللباعة. شروط الدفع وشروط التسليم. ويقوله في انتظار ارسال البضاعة. ويوقع عليها. طب ليه مستر اي من بنتعامل بالرسائل? ما احنا دلوقتي تبقى هنا عصر كويس ما نبعد بالتليفون ونجيب كل حاجة. عشان لو حصل اي خلاف يا ولاد. بقىت له سرعة زيادة سرعة اقل. بقى له الاسعار. يبقى فيه مستند معايا? يقول له لا. انت كنت بقعت لي بتقول التلاجة بكزا والغسلة بكزا والتلفزيون بكزا. يبقى الرسائل دي مستند لو حصل اي نزاع بين الباقع والمشتري يقدر يزبط بيه الحق بتاعه. برافو عليكم. يبقى انا عملت رسالة الاستفسار. ورسالة التسعير. تعالوا مع بعضين هنعمل رسالة الطلب بقى. معايا اهي. هنكتب مين اسم مين فوق? ايوة برافو عليكم الاسم مين المشتري. بنكتب محلات الايمان ما بكتبش المدير. المدير لما بقعت له. لكن في فوق بكتب محلات الايمان. خمستاشر الشارع الحرية المطارية القاهرة. سينته والتليفون والصندوق والبريد والفاكس جبتهم من القطع. القاهرة طب ليه كتبت القاهرة عشان البلد بتاعته القاهرة? طب لو البلد دي برسعيد اكتبه سعيد. لو البلد دي اسكندرية بقى اكتب هنا اسكندرية فيه. يعني بلد المشتري هي اللي بتبعت الرسالة بقى بقوله البلد فيه. التاريخ بقى اول التاريخ كان يوم خمسة. بعد كده كان يوم عشرة. التاريخ التاني ستاشر. طبا انا بجيب منين التواريخ مكتوبة في التمرين يا وليه? ستاشر اتنين الفين وتسعة عشر. اكتب بقى السيد. السيد مين? مدير شركة الاسراء. خمسة وعشرين شارع النصر القيارة. كتبته مدير اوه. بعد التحقيق. نرجو ارسال. خلي بالكم الجملة دي تغيرت في التلات رسائل. واحدة كنت بقول له ايه? نستفسر عنه. وبعد كده يا سرنا تسعير. والتالتة اقول له ايه? ارجو ارسال. يبقى الجملة اللي قبل الجدول اللي بعد التحية بتتغير في التلات رسائل. اول مرة اقول له ايه? ارجو ارسال اسعار البضائع. نستفسر عنه. التانية يا سرنا تسعير. التالتة ارجو ارسال. يبقى الجملة دي توضح لي دي رسالة ايه? هسألكم وتردوا عليه قبل ما كمل اللي الرسالة. لو كتب له يسرنا تسعير. يبقى دي رسالة ايه فوق? برافو التسعير. ارجو ارسال البضائع الاتية. ارسال بقى البضائع دي بقى رسالة طلب برافو. شايف بنت شطرة بتقول معايا خالص. برافو عليك. طيب. لو كتب نرجو ارسال اسعار البضائع الاتية. او يسرنا الاستفسار عنه. ايوة دي رسالة ايه? الاستفسار برافو. ولد كمان رد عليها وشاطر برافو عليك. يلا نرجع بقى للشاشة بتاعتنا عشان نعرف هنعمل ايه بقى في الرسالة? نقول ايه بقى? نكتب بقى نرجو ارسال. نكتب. عايز ايه يا ولاد? تلاتة الى حزبة كهربائية. اربعة عمليات. واكتب السعر تسعم جنيه. ليه بقى? عسان يبعت لي الى غيرها وبسعر تاني. واتنين شاشة ارض واحد وعشرين. السعر كام الف وستمائة جنيه برافو عليكم. واتنين تلاجة الاسكا اتنشر ادم بكام ب الف ومتين جنيه. واقول له ايه بقى? شروط الدفع انا هدفع لما استلم البضاعة عند الاستلام. عشان ما تتغيرش اي حاجة في الشروط. والشروط التسليم محل الباعة. يعني انا هستلمها عندك في المحل. في انتظار البضاعة. خلي بالكم مش اقول له في انتظار الرد بقى. رد ايه? انا اقول له انا في انتظار الايه البضاعة. مين اللي يوقع اللي اتكتب فوق? اتكتبت فوق محلات الايمان. يبقى فوق نكتب ايه? محلات الايمان. تعالوا نحل تمرين معايا معلش. التمرين هنشوفه مع بعضين على الشاشة. اي نعم هيبقى خطو صغير شوية. بس انا عارف ان انتم هتركزوا معايا. التمرين ده موجود عندنا في كتاب السكرتاريا كمان ياولاد. يلا اولاد مع بعضينا نجيب تمرين تاني ونحله مع بعضينا. فبيقول لي ايه? بيقول لي. القاهرة يوم اتنين واحد الفين وستة عشر. ارسلت محلات محي الدين زدان. شارع المحطة حلوان. القاهرة. يبقى حلوان دي في القاهرة. ومديني بتليفون بتاعها والسنتة. وصد به والفاكس. لو الخط مش واضح او ياولاد معايا انتم صوروها معايا على الشاشة او طلعوها من الكتاب. ونبتدي نحلها مع بعضين. عايز اشتري ايه? عشرين غسالة فول اوتوماتيك. وتلاتين تلاجة اربعتشر ادن. وعايز يستفسر عن شروط الدفع والتسليم. يبقى ده هنعمل بينه ورسالة الايه الاستفسار. يبقى ده كان التاريخ يوم كام يا مستر ايمن يوم اتنين واحد. طيب. تاريخ تلاتة وعشرين واحد الفين وستاشر. ارسالت شركة تشيبة العربي التسعير الادي. قاتلوا الغسالة الوحدة ب الفين ومتين. والتلاجة سعر الوحدة الف وسبعمائة. والتسليم هيكون محل الباقع. والدفع نقدان. خلي بقى لكم التسليم محل الباقع. اهي. ازللها لكم كده عشان تبقوا معارفينها. طب ليه مستر ايمن? عشان دي هنكتبها في الرسالة التانية. يبقى مع بعضين اهي. التسليم هيكون محل الباقع والدفع ايه? نقدان. يبقى التسليم محل الباقع والدفع نقدان. ماشي. وفي ستة وعشرين واحد الفين وستاشر ارسالت محلات محي الدين زيدان. رسالة تطلب فيها ارسال كمية البضاعة السبك الاستفسارة عنها. والشروط بيعيها وارسال الباقع للمشتر البضايع ومدين المصاريف لفه وحزمه ونقله ومشاله وإكراميات. وبيقول لي كمل البيانات السابقة. تعالوا مع بعضينا نحل بقى اولاد. ايوة هنعمل رسالة اسمها رسالة الايه الاستفسار. ايه. طب مش عرفنا ان دي رسالة الاستفسار يا مستر ايمن. علشان مع بعضينا كده على الشاشة. اول رسالة اسمها رسالتي ايه يا مستر? اسمها رسالة الاستفسار. يبقى نكتب في النص كده رسالة الاستفسار. طب يا مستر ايمن عرفت منين ان دي رسالة استفسار? مكتوب كده ارجو الاستفسار. يبقى دي رسالة الايه الاستفسار? طيب. مين اللي بيبعت رسالة الاستفسار? الباقع ولا المشتري? برافو المشتري. اروح كاتب بقى من التمرين. اسم المشتري. الاقي مين المشتري? اهي. محلات موحي الدين زيدان. اروح كاتب كده. في النص كده اولاد. مع بعضينا كده ايوة برافو عليكم. محلات استاذ موحي الدين زيدان. ساكن فين? من التمرين? اكتب شارع المحطة? حلوان. وحلوان دي موجودة في محافظة ايه? القاهرة. عشان لما اجي ابعت في التاريخ اكتب القاهرة فيه. يبقى لو كتبت هنا اسكندرية بقى هنا اكتب اسكندرية. لو كتبت هنا طنطة يبقى اكتب طنطة. لو كتبت اسوان يبقى هنا اسوان. حلو. سيمته من القطعة اكتب سبعة سبعة ستة. جبتها منين يا مستر ايمان موجودة اهي في القطعة ايه يا اولاد احط لكم خط تحت ايهي. سبعة ستة ستة. برافو. التليفون انقله من القطعة اتنين اربعة اربعة زيرو تلاتة تلاتة واحد. صندوق بريد اروح جايبه من القطعة واحد تلاتة واحد واحد. الفاكس اغلبين ببقى رقم التليفون اتنين اربعة اربعة زيرو تلاتة تلاتة واحد. الايميل هو كتب لي محي حلوان. طيب انا عايز اجيب التاريخ اهو التاريخ اهو يا اولاد اول تاريخ يوم اتنين ايه واحد اروح كاتب كده. اتنين واحد. الفين وتستاشر وتسعتاشر وعشرين زي ما دي. السيد بقى هو بعت لشركة مين اهو هكتب لوكو اهو. بعت لشركة مين اغطيها كده. بعت لشركة مين? برافو الناس اللي شايفها معي كويس. شركة توشيبة. يبقى السيد لازم اكتب كلمة مدير. مدير. شركة توشيبة. حلو. عنوانها فين بقى? القاهرة. ونقول له بعد التحية. ارجو الاستفسار عنه. اكتب ايه مصدر ايمان بقى? اكتب الكمية والصنف. اكتب السعر ولا ما اكتبوش? لا مش اكتبو. ليه? عشان دي رسالت الايه اللي استفسار. طب عايز اشتري ايه بقى اولاد? عايز اشتري عشرين غسالة فول اوتوماتيك. جبتها من ين يا مصدر ايمان اهي? عشرين غسالة فول اوتوماتيك اهي. وعايز اشتري ايه تاني? تلاتين تلاجة. واكتب تلاتين تلاجة اربعتاشر ادم. عايز اشتري حاجة تلتة ما فيش. ولازم اكتب له كده. في انتظار الرد. مين اللي يوقع بقى المشتري? مين المشتري اللي هي محلات? موحي الدين زيدان. يبقى عن شركة موحي الدين زيدان. ده التوقيع بتاع حاولت. يبقى دي اول رسالة انا عملتها اسمها رسالة الايه? الاستفسار. تعالوا بقى نعمل رسالة تانية اسمها رسالة التسعير. هل رسالة التسعير هي هي رسالة الاستفسار? لا طبعا. هنغير فيها تلات حاجات. اول حاجة. المشتري هينزل تحت والباقع هو اللي هيبقى فوق. مش معنى? عشان الباقع اللي هيبعت الرسالة. يبقى الباقع هتكتب فوق والمشتري هينزل تحت. يبقى غيرت الاماكن. بكل بياناته. بسين تبسط بالتليفون بكل. وايه تانية مستر الايمن. وهكتب فيها الشروط الدفع والشروط التسليم. واكتب فيها تلات حاجات اسعار. يبقى في تلات حاجات هيختلفوا. ما بين رسالة الاستفسار ورسالة التسعير. هقولهم تاني. رسالة التسعير هيبعتها مين لمين? ايوا الباقع. يبقى اجيب باقع فوق بكل بياناته. والمشتري ينزل تحت. تاني حاجة. هحط فيها اسعار ولا ما حطش فيها اسعار? هحط فيها اسعار. هحط فيها الشروط الدفع والشروط التسليم. هحط فيها الشروط الدفع والشروط التسليم. تعالوا نعملها مع بعضنا كده اولاد. يلا اولاد. يبقى الرسالة تانية اسمها رسالة ايه? التسعير. طب يا مستر ايمن. اشعرفني ان دي رسالة التسعير. هيكتب لي كده. يا سرنا تسعير. يبقى الرسالة تانية اسمها رسالة التسعير هنكتب محلات مو احنا المرة اللي فاتت كتبنا محلات مو حيدين زيدان فوق وكتبنا محلات شركة توشيبة تحت ايوه برافو هنعكس هنكتب من فوق شركة توشيبة يبقى نكتب هنا شركة توشيبة شركة توشيبة دي في محافظة ايه مستر ايمن في القاهرة يبقى هنا لما نيجي نكتب نكتب القاهرة فيه هل البيانات هي هي ولا تتغير طبعا تتغير هنكتب بتاعت شركة توشيبة بقى اولاد اللي هي ايه بقى السينته بتاعها 778 التليفون اتنين خمسة خمسة واحد زيرو زيرو واحد صندوق بريد ستة ستة واحد الفاكس هو نفس رقم التليفون اتنين خمسة خمسة زيرو واحد زيرو واحد الايميل توشيبة القاهرة السيد هنكتب شركة توشيبة تاني ولا نغير برافو نغير يبقى مدير شركة موحي الدين زيدان حلوان وحلوان دي فين في القاهرة بعد التحية الجملة بقى اللي احنا غيرناها ياسررنا تسعير هنكتب بقى الكمية بقى اولاد احنا عايزين عشرين غسالة فول اوتوماتيك ونكتب السعر ولما نكتبوش نكتبو السعر كان الفين ومتين يبقى كتبنا السعر عشان دي رسالة ايه التسعير حتى هو عامل لي خنس ما خنت السعر طيب وهنعمل تلاتين تلاجة اربعتاشر ادم سعر الوحدة كام يا مستر ايمن الف سبعمائة وخمسين برافو ما فيش صنف تالت خلاص شروط الدفع فاكرين شروط الدفع ايوة برافو نقضا جبنا من القطع والشروط التسليم محل الباقة مين اللي هيوقع يا مستر ايمن شركة توشيبة ولا شركة موحد دين زدان ايوة ممتازة بنت مركزة معي قاتلي اللي بتكتب فوق اللي بيوقع يبقى عن شركة مين يا ولاد توشيبة هي اللي توقع برافو يبقى احنا عملنا كام رسالة لحد الوقتي ايوة عملنا رسالتين رسالة الاستفسار ما كتبناش فيها الاسعار ولا شروط الدفع والتسليم اللي بعتها المشتري وعملنا رسالة تانية اسمها رسالة التسعير غيرنا حطينا الباقع فوق وحطينا المشتري تحت وحطينا السعر اللي هو كان 1200 و 1750 وحطينا شروط الدفع كانت نقضا والشروط التسليم محل ايه الباقع واللي وقع الشركة اللي فوق اللي هي شركة الايه الباقع تعالوا نعمل المستند التالت معايا في حلقتين النهار يلا يا ولاد الرسالة التالتة اسمها رسالة ايه يا مستر ايمن رسالة الطلب البضاء البضاء ايوة اللي يبعثها المشتري فاكرين احنا محلات مين ايوة محلات موحي يبقى محلات موحي الدين زيدان شارع المحطة حلوان القاهرة ونكتب القاهرة في المحافظة اللي هنا بتتكتب بعت البضاء يوم كام ستة وعشرين واحد الفين وستاشر التواريخ بتتغير طبعا كل رسالة التاريخ مختلف عن التاني اولاد سيمتها بقى نجيبهم من القطع كانوا سبعة سبعة ست التليفون اتنين اربعة اربعة زيرو تلاتة تلاتة واحد صندوق بريد واحد تلاتة واحد 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 الفاكس اتنين اربعة اربعة زيرو تلاتة تلاتة زيرو واحد ايميل محيح الوان السيد هنبعطها المحرر هنبعطها لشركة توشيبة شركة توشيبة بس نكتب مدير شركة توشيبة موجودة فين في القاهرة بعد التحية ونكتب نرجو الاستفسار ولا نرجو التسعير ولا نرجو ارسال برافو عليكم هنكتب ايه بقى نرجو ارسال ايوه ايوه برافو لكن في رسالة الاستفسار كنا بنكتب ايه نستفسر عنه والتسعير يسعدنا تسعير دي نرجو ارسال هنجيب من القطعة بقى يا مستر ايميل هنجيب ايه بقى دي رسالة الطلب هنجيب الكميات والاصناف والاسعار والشروط الدفع وشروط التسعير يبقى ارسالة الطلب دي بقى لما يجيلي في الامتحان هنيقول لي دي تشمل ايه اقول له تشمل كل حاجة تشمل اسم المشتري واسم البائع والعنوين بتاعتهم وتشمل الكميات والاصناف والاسعار طب بتكتب فيها شروط الدفع وشروط التسعير ولما بتكتبش بيتكتب بتكتب فيها شروط الدفع وشروط الايه التسعير تعالوا بقى نعمل اخر رسالة قبل ما نخش على حاجة جديدة ان شاء الله اول حاجة نكتب بقى الكمية كان عايزي اشتري ايه يا مستر ايميل نكتب الكمية هنا عشرين نوحها ايه غسالة ايوة فول اوتوماتيك نكتب السعر بتاعها ايوة برافو عليكم كان الفين ومتين ميش ونكتب تلاتين تلاجة اربعتاشر ادم سعرها كان الف سبعمية وخمسين ما كانش جايبش صنف تا شروط الدفع ايه فاكرين شروط الدفع برافو عليكم كان الدفع نقدا انا بشكركم ان انتو منتبهين معايا وبتردوا ورايا التسليم ايوة محل البايع جبناهم منين يا مستر ايميل موجودين في القطع وكتبتهم في رسالة التسعي في انتظار البضاعة ايوة بقوله في انتظار البضاعة يعني انتظار البضاعة يعني مش اقوله ارجو الرد لا انا اقوله بعطل البضاعة قدين ازلالها لكو كده عشان تفهموها يبقى انا هنعمل اناقوله في انتظار الايه البضاعة مين اللي يوقع يا مستر ايميل محلات محي الدين زيدان ولا محلات توشيبه العربي ايوة محلات محي الدين زيدان كده انا اولاد خلصت تلت رسائل رسالة اسمها رسالة الاستفسار وخدت رسالة اسمها رسالة التسعير وخدت رسالة اسمها رسالة طلب الايه البضاعة. طيب. ايه رأيكم? اعمل تمرين. لحقنا نحلوا كله نحلوا. ما لحقناش اتدربوا عليه وابعتوه. طيب ناخد تمرين تاني معيه. يلا. يقول لي ايه? ارسلت شركة السماح سنطر. خمسة وعشرين شارع الاربعين بالقاهرة. يبقى في شركة اسمها شركة السماح سنطر. خمسة وعشرين شارع الاربعين بالقاهرة. ومديني التليفون بتاعها والفاكس والسجيل التجاري. الى شركة انترنشولن للتجارة. تلاتين شارع الشيخ جمال مصهر في النعم في القاهرة. يبقى في شركة في شارع الاربعين في القاهرة. وشركة تاني في مدينة النعم في حتة اسمها النعم في القاهرة. الشركة الاولى اسمها شركة السماح سنطر. والشركة التانية اسمها شركة انترنشولن للتجارة. طب انا مستر هتلغبط من المشتري والباع. تعالوا معايا بقى كنا نقرأ اللي بعدها رسالة تستفسر فيها عن الاسعار يبقى الشركة الاولى تكتبت وشركة تانية وكتب رسالة تستفسر فيها عن البضاعة يبقى مين يبقى الشركة الاولى دي اللي بقعتت رسالة تستفسر يبقى دي المشتري طب افرد غير الكلام وقال للشركة الاولى طلبت البضاعة يبقى برضو المشتري طب افرد قال لي بقى الشركة دي سعارت البضاعة ايوه يبقى دي البائعة يبقى لو كتب لي شركة دي تستفسر عن البضاعة يبقى دي رسالة الاستفسار يلا نرجع نبقى من بعضين رسالة تستفسر فيها عن الاسعار وشروط الدفع والتسليم للبضاعة الاتاية عايز اشتري ايه بقى تلاتة آلة طبعة موديل 2016 واثنين غسالة في الاتوماتيك وفي 15 مارس من نفس العام ارسالت شركة انترناشنال الاتي على ان يكون التسليم خلي بقى لكم بقى هو تسليم محل البائع والدفع عنده الطلب سعر الوحدة من الصنف الاول 3500 وسعر الوحدة من الصنف التاني 3500 وفي 20 مارس من نفس العام ارسالت شركة السماح رسالة تطلب البضاعة المسكورة بعلياة يعني عايز رسالة بكل الحاجة اللي فوقيه من خلال البيانات السابقة املا المستندة الاتاية اول رسالة هطلبها مني رسالتي اولاد الاستفسار من اللي يبعثها المشتري يالا نحل مع بعضينا شركة السماح سنتر 25 شارع الاربعين بالقاهرة واكتب التليفون والسجل التجاري وسندوق بريد والفاكس والايميل واكتب التاريخ بقى هي المحافظة هنا القاهرة يبقى اكتب القاهرة فيه 1-3-2019 السيد اكتب الشركة على طوله لا اكتب المدير ايو برافو عليكم لازم اكتب المدير مدير شركة انترناشنال للتجارة 30 شارع الشيخ جمال مسهر النعام القاهرة بعد التحية نرجو الاستفسار عن بقى ونكتب بقى 3 قالت طباعة موديل 2016 2 غسالة فيه الاتوماتيك كتبت الاسعار ولا ما كتبتش ما كتبتش كتبت شروط الدفع ولا ما كتبتاش ما كتبتهمش بقى لا في رسالة الاستفسار ما بكتبش الاسعار ولا شروط الدفع ولا التسليم في انتظار الرد مين اللي يوقع يا ولاد شركة مين السماح سنتر اللي هي مكتوبة فوق تعالوا نعمل الرسالة التانية الرسالة التانية هتبقى ردا على رسالة الاستفسار الرسالة التانية هتبقى رسالة ايه ايوة التسعير هنكتب المشتري فوق ولا البائع ايوة انا سمع بنت قعدة ايه ورا خالص ومركزة معايا هتقول لي يا مستر ايمن خلاص احنا فهمنا رسالة التسعير هيبعتها البائع للمشتري وهنكتب فيها الاسعار وهنكتب فيها شروط الدفع شروط التسليم برافو عليك يبقى رسالة التسعير من اللي بيبعتها الباقعة. تتكتب فيها ايه? الاسعار والشوط الدفع والتسليم. برافو عليكم. يلا يا ولد. كتبنا هون. شركة انتن نشر للتجارة. تلاتين شارع الشيخ جمال مصاهر النعمة القاهرة. وبديني السندوق البريد والفاكس والايميل والسنته والتليفون والقاهرة. في خمستاشر تلاتة الفين ساعتاشر. بنغير التاريخ ولا بنغيروش بنغيروه. بعد التحية. شوفوا بقى الجملة تغيرت اهي. يا سرونا تسعير. يعني سرونا تسعير. ونكتب الكمية. تلاتة اهلا طبعا. موديل 2016 تلاتة تلف وخمسمائة. اتنين غسالة فول اوتوماتيك بـ 3200. شروط الدفع عند الطلب. وشروط التسليم محل البائع. يبقى كتبنا شروط الدفع وهو الشروط التسليم. شروط الدفع عند الطلب. وشروط التسليم محل الايه? البائع. ونكتب له ايه بقى في انتظار الايه الرد مين اللي يوقع يا مستر ايمن الشركة اللي فوق شركة ايه شركة انترناشنال للتجارة وهي اللي توقع اللي بيكتب فوق هو اللي بيوقع على طول يا ولاد تعالوا اعمل الرسالة التالتة والاخيرة اسمها رسالة ايه بقى اسمها رسالة طلب البضاعة طب يا مستر ايمن هو ضروري التلاتة ييجوا في الامتحان مش شرط يا ولاد التلاتة ممكن يجيب لي رسالتين ويجيب لي كمان معهم الفاتورة اللي هناخدها ان شاء الله في الحلقة الجاية ممكن ناخد فكرة عنها النهاردة والحلقة الجاية ناخد تفاصيل الفاتور طيب رسالة الطلب بعثها المشتري للباقة مين بقى المشتري ايوة شركة السماح سنتر 25 شارع الاربعين بالقهير ومديني الصندوق البريد والفاكس والتليفون والسجل التجان وبعد كده اكتب القهيرة في 23 2019 السيد مدير شركة انترناشون التجارة 30 الشارع الشيخ جميع المساهر النعم القهيرة بعد التحية نرجو ارسال نكتب بقى 3 آلة طبعة موديل كزا سعرها كزا 2 غسالة فول اوتوماتيك ونكتب ايه بقى الاسعار ولا ما نكتبش الاسعار نكتب الايه الاسعار والشروط الدفع وشروط الايه التسليم ومين اللي يوقع يا مستر ايمن اللي يوقع يا مستر ايمن اللي هو مين المشتري يبا احنا خدنا مع بعضين يا مستر ايمن كم حاجة لحد دلوقتي ايوة خدنا في الحلقة دي لحد دلوقتي 3 حاجات خدنا رسائق قلنا ايه بقى في واحد اسمه مشتري واحد اسمه الباقع المشتري هيبعت للباقع رسالة اسمها رسالة الاستفسار برافو هيرد هيرد عليه الباقع للمشتري برسالة التسير هيرد المشتري برسالة اسمها رسالة طلب طلب البضاعة هيرد عليه الايه الباقع بالبضاعة يبعتها له ويبعت له كمان الفاتورة طيب نعرف بس الفاتورة بس في الحلقة دي اولاد نعرفها بس والحلقة الجاية ان شاء الله ناخد تفاصيل عنها يعني فاتورة بقى مع بعضنا كده الفاتورة تعرفها هي كشف يرسله الباقع الى المشتري يبقى كشف يرسله الباقع الى المشتري مبين به بالتفصيل اصناف البضاعة المباعة وكميتها واسعارها بالاضافة الى المصاريف التي يقوم الباقع بصرفها نيابة عن مين عن المشتري تعالوا مع بعضنا كده معايا نعرف الفاتورة تاني يبقى تعريف الفاتورة تاني مع بعضنا يا مستر ايمن كده شحنا مشانا اخد التعريف بتاع الفاتورة بس يا اولاد يبقى تعريف الفاتورة اهو تاني يا مستر ايمن ادي تعريف الفاتورة يا اولاد هو الكشف يرسله الباقع للمشتري بكشف بيرسله الباقع للمشتري يبين فيه بالتفصيل اصناف البضاعة المباعة وكميتها واسعارها بالاضافة الى المصاريف التي يقوم البايع بصرفها نيابة عن ايه عن المشتري يبقى احنا الحلقة دي بس عرفنا تعريف الفاتورة بس يا ولد يبقى خدنا تعريف الفاتورة بيبعتها البايع للمشتري فيها الاصناف وفيها الكميات وفيها المصاريف اللي صرفها بالنيابة عن المشتري عشان يضيفها عليها يبقى احنا في الحلقة دي خدنا ثلاث رسائل رسالة الاستفسار ورسالة التسعير ورسالة الطلب وتعلمنا خدنا ثلاث تمرين على المواضيع دوت عايزكوا تحلوا عليها كتير وخدنا كمان تعريف الفاتورة ما عملناش الفاتورة خالص لان الفاتورة دي هتاخد معنا حلقة وحلقتين عشان نتعلمها وازاي نحسب كل سنف للبضاعة والاسعار ازاي ونجمعها ولو كان في خصف او مفيش خصف هناخد حلقتين فيها على الفاتورة دي ان شاء الله تابعونا اول باول هتلاقوا كل حلقة فيها حاجات مفيدة ليكم كويس ان انت وانت قاعد في البيت بتذكر طيب اخدنا في المنهج لحد دلوقتي ايه يا ولاد خدنا تعريف السكرتاريا لجهاز المعاون لكل الافراد تعريف السكرتاري الخاص هو كل من يساعد الرئيس في انجاز اعماله وخدنا انواع السكرتاريا سكرتاريا عامة وخاصة ومتخصصة وخدنا شروط الدفع وشروط التسليم وخدنا انواع الخصم ايوة برافو عليك انت قاعدة مركزها معايا كان عندي نوع من الخصم اسمه خصم تجاري وخصم اسمه خصم نجدي وفي خصم تلت اسمه خصم السماح في المحاسبة خدناه ايوة وخدنا تلت رسائل وخدنا تعريف الفاتورة يبقى فيه مشترى فيه سؤال بقى هسأله لكم مش عايز اجابته عايز اجابته على صفحة البرنامج لما تجاوبوا تكتبوا ايه تكتبوا اسمكو واسم المدرسة بتاعتكم وحافظة ايه السؤال بيقول مين اللي بيبعت رسالة التسعير مين اللي بيبعت رسالة التسعير وبتتكتب فيها الاسعار والشروط ولا لا يبقى سؤال الحلقة مين اللي بيكتب رسالة التسعير وبتتكتب فيها شروط الدفع وشروط التسليم ولا لا انا بشكركم على انتباهكم وبشكركم على تركيزكم طول الحلقة كما بشكر قطاع التعليم الفن اللي موفر لنا قناة قناة جميلة نتعلم ونبقى قاعدين في البيت وندرس واحنا قاعدين في البيت بشكر قطاع التلفزيون اللي موفر قناة ومخرجين ومعدين بالجمال وبالحلوة دي عشان يطلعونا الحلقة شكلها حلو تساعدنا ان احنا نزاكر بشكركم كلكم وان شاء الله نلتقي في حلقات قادمة بازن الله الى اللقاء وكل عام وانتم بخير